موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد فهذا ديننا حياة حلقة جديدة من هذا البرنامج الطيب المبارك الذي يبث على قناة الندى الفضائية نرحب جميعا بالأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف أهلا وسهلا بفضيلتكم أهلا وسهلا مرحبا بكم أستاذ المشاهدين أكرمكم الله أستاذ الفاضل أزمة تعيشها المجتمعات الإسلامية للأسف الشديد وهي أزمة المخدرات والمفترات عافانا الله وإياكم والمسلمين الأسباب والدوافع لمن يشرب هذه الأشياء الضارة المضرة والعلاج لها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاء ما بعد من الأشياء الكثيرة كثيرة التي أضاعت المجتمع أو شريحة كبيرة من ظهور مجتمعنا الشباب والطاقات التي يجب أن تنتج وتعمل المخدرات هذه المعضلة التي إذا استشرت في مجتمع أنهته وأوقفته عن كل أنواع الحياة أولا المخدرات هذه عبارة عما يوقف عمل العقل يوقف عمل العقل نعم فمن يأخذ جرعة من الخمر مثلا أيا ما كان اسموها نعم حشيش كذا 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 نعم إنما يؤدي به إلى لون من ألوان الهلوسة نعم والإدمان والاستعباد ويظل بعد ذلك إن اختلط هذا الكيف اللي بيسموه بن قوسيني كيف نعم بدامه أصبح لا يسكن ولا يقر له قرار نعم إلا إذا أخذ الجرعة التي يأخذها والتي استحالت وسارت في الدماء يا الله وهذا يؤدي إلى أولا تعطيل الحياة نعم وتعطيل العمل نعم ويجلب للمتعاطي أو المدمن يجلب له الفقر لحظة لأنه يحتاج إلى مال نعم يشتري به نعم هذه السموم العقار أو هذا الشم نعم وبعد ذلك يعود بأوخم العواقب على أبيه على أمه نعم يقول ليس معنا إذا نذهب به إلى مسحة قد نجد مكانا قد لا نجد مكانا ليس معه مال نعم يعالج به إذا نعالجه على مسئولية الدولة أو على نفقات الدولة عندما يكون عندي في الدولة طاقات فقط ليست معطلة وإنما مستنزفة لاقتصاديات البيوت واقتصاديات الخزانة العامة والدولة إذا استشروا الأمر فإن الورقة الدولة تفتقر وينزل فيها مستوى يعني الغنى إلى مستوى الفقر لأننا عندنا طاقات وشباب معاق لا يعمل فضلا عن أنه لا يحمل نفسه لا يسمح لقدمه أن تحمله نعم فضلا عن ذهاب عقله أصبح خرف وإن لم يعطى قد يقتل قد يعني يدره إلى القتل يعني مدمن الخمر والمخدرات والمفترات قد يقدمون على القتل نعم لأنه عنده القتل كأكل الحلوى وليس في وعيه وليس في إذن أنا لم أجد القرعة التي أطعطاها أأتي إلى كذا أزني بمحرم أفعل أي شيء نعم أقتل نفسا أي شيء ليس في وعيه وإذا فأقل يعني المولى تبارك وتعالى أعطى الإنسان أعظم ما هو في الوجود العقل الله هو فافهم منح تلزة الأفهام نعم والإنسان يميزه الله بالإيه بالعقل بالعقل نعم ومخبؤ تحت طي لسانه لا طي لسانه يعني ويقال تكلم لأراق طب هو عمل خطرة يهبل ويهبام واخذ بين قسين وي 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 نعم انتهى يهزو باللغة العربية الفصحة يهزو إذن عندما يهزو فقد إنسانية هل سيد الفضل قد يتكلم بالكفر قد يتكلم بالخنى قد يتكلم بالعار نعم ثم بعد ذلك نقول أنت قلت لم أقل شيئا لم أقل شيئا لأنه غطى غطى عقله والخمر ما خامر العقل نعم ما غطاه والمفتر أيضا يعني الأشياء المفترة أيضا تدخل ضمن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ولعن كل مسكر ومفتر نعم نعم لأن اللي واخد على الفطور ينتهي به الأمر إلى إيه نعم الإسكار نعم يعني الفطور أيضا أو التفتير الجسم نعم نعم بعد ذلك يذهب ياخد جرعة أكتر ياخد حاجة إلى السكر وإلى مخامرة العقل وزدره وإذا ستر العقل انتهى الإنسان نعم ولذلك وقف الإسلام من هذا الأمر موقف معالج نعم وقال يا جماعة نعم صحش نحن عندنا الخمر ذاتها الله سبحانه وتعالى وكان الناس الأوائل من شدة الفقر وشدة الجاهل وشدة الجاهلية كان الخمر عندهم وكأنهم وماء يجري نعم نعم فأنزل المولى تبارك وتعالى في الخمر أربع مراحل بدأت ومن ثمارات النخيل والأعنابي تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ده مرحلة الإشارة نعم فأنا قابل لهو بقى فيه سكر وفيه رزق حسنا نعم فظل قوم وانتهى قوم نعم لكنين ايه نعم سواء برضو مجموعة ظلوا مع الاسم وابتعدوا نعم ومجموعة ظلت مع المنافع وبقيت نعم وبعدين نزل قول المولى تبارك وتعالى في سورة المائدة النساء نعم الذين أمانوا لا تقربوا الصلاة نعم وأنتم سكارة حتى تعلموا ايه نعم ما تقفاقت مرحلة التحريم الجزئي تدأ بقى لا يشرب مطلقا إلا مرة واحدة لأنه هو لو شرب الصباح سيكون يود به إلى الظهر لو شرب الظهر سيؤدي به السكنة العصر لو شرب العصر سيؤدي به المغرب لو شرب المغرب إذن فقط قبل النوم ياخد له ايه نعم جرعة نعم نعم فعند ذلك قال سيدنا عمر اللهم بيّن لنا في الخمر ما يبنش شافيا نعم أو كافيا نعم فنزل قول المولى تبارك وتعالى نعم لما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام وديجس من عمل الشيطان فاجتنيبوه لعلكم تفلحون نعم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر نعم وشوف وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الله أكبر أسلوب راقي نعم أسلوب إعجازي نعم مش بالعصائم مش لا يتقطع اضرابك لا 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 انت شوف هي فيه ايه وإنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ما هلش فانتهوا لأن الأمور قدامك والعينة بيين لا قال ايه فهل أنتم منتهون منتهى الاحترام للإنسان سبحان الله انت حر أنت صحتك وانت ايه وانت حر وننظر إلى رحمة الله سيد الفاضل أن عائشة رضي الله عنها لما قالت لو أن الله أنزل لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لا شاربوا وزنوا ولكن من رحمة الله عز وجل أن تدرج بعباده في حكم تكلفي كهذا لكن هنا سؤال يطرح نفسه أستاذ الفاضل بعضهم جزاكم الله وخيرا وفضلك الله بعضهم يقول الذي محرم هو الخمر فقط ولم يأتي نص لا صحيح ولا صريح ولا حتى في القرآن عن الحشيش عن الأفيون عن المخدرات بأنواعها ماذا نرد عليهم أو بماذا نرد عليهم كل ما خامر العقل فهو حرام كل ما خامر هو حرام نعم والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره نعم فقليله حرام ما أسكر قليله ما أسكره قليله فكثيره حرام ما أسكر القليل فكثيره حرام وإن كان العكس ما أسكر كثيره فقليله عفوا صحيح نعم نعم إذا كان الأمر كذلك وكثير قوي هو اللي يسكر فلو أقل ما يمكن هو الذي لا يسكر الذي لا يسكر فهو حرام أيضا ليه قومة ذاتية اللي خالي شوية صغيرين والدنا منعنش ومفرمش هو حد ناس شايفينه كويس هو ومركز نعم يوم يزود المرة الجاية كمان الجرعة هو يزود 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 يقوم من نعم يبقى لذلك ولذلك المسلم الواعي الصالح نعم يبتعد عن كل شيء يضيع ماله نعم يضيع عقله نعم يضيع عرضه نعم يضيع قوته نعم هذه هي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سبحان الله ذكر ذكرتني فضيلة الدكتور بأثر عن أبي بكر رضي الله عنه وهو في الجاهلية وبعد أن أسلم يقولون له يسألون هل كنت تشرب الخمر فيقول منزعجا لم أشربها فيقول له لماذا يعني ذا كان أمر موجود فيقول كي أحفظ شرفي وأصون عرضي نعم فقلت سبحان الله الفطرة ساقته إلى أنه لا يشرب الخمر من أجل شيئين لم يكن قد نزل في الإسلام فيهما حكم تكلفي هذا فعلا أمر يعني يقف بنا على أن الإنسان صاحب العقل الراجح ولو لم يكن من المسلمين وإنما في مثلا ولد في شعب من شعاب الجبال على فطرته لن يفعل هذا بناء على ما قاله سيدنا وبكر لأن الإنسان عندما يغيب عقله ما الذي يناله سيهزو سيقفل سيزني سيفعل المبقات هو ذاته قد يبول على نفسه قد يتقذره الناس قد يضيع كل صحته ويكون عالة على غيره ولناء على ذلك يا كل أب يا كل أب ويا كل أم عليكم أن تعرفوا أبناءكم سجارة حشيش مخدد أيًا كان احفظوا على أولادكم وراقبوهم بالأدب وبالأبوة وبالتحنان احتوهم احتوهم نعم 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 قفوا على أصحابهم نعم لأن الصاحب ساحب ساحب نعم المرة دي احنا فرح ما تاخد سجارة فرح بقى ما تردش هنا بقى نعم طب خلاص حاضر عشان قطرة نعم المرة جايش تري أنا السجارة نعم ثم اشتري علبة سجاية نعم ثم كيف منقلها يتطر ثم بعد ذلك نعمل حاجات تانية وتالتة وربعة نعم ويتطور الأمر نعم ويتطور الأمر قبل النبو ومعظم النار نعم ومعظم النار من ايه نعم مستصغر الشرر نعم فكل واحد مننا مسؤول عن رعيته يجب علينا أن نقف في مسألة المخدرات والمسكرات والمفترات والسجاير والنكوتين نعم الذي يجعل من القلب حريق نعم يضرمه في كبد الإنسان وفي قلب الإنسان بعد القلب كان عمال يقبد الدماء نعم الطلبة اللي بتاخد الماء الدماء من الأوردة والشرايين نعم وتدفعها إلى بقية الجس نعم وهي عبارة عن وردة بلد روز جميلة نعم 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 تبتدي تحترق سنة بسنة نعم ويبتدي يقح ويعمل ويسوي وتسقط حاجباء وينحن يعوده والسبب الرئيس كاس أو طاس أو سيجارة أو حجر شيشة والعيد أنا أسأل الله أن يعافينا يا رب الله أمين وأن يعافي كل مفترات اللهم أمين وفوق كل ذلك ينالوا شارب المخدرات والمسكرات والمفترات غضب الله غضب رسوله غضب الناس نسأل الله عز وجل القبول والهداية في نهاية الحلقة أشكر باسمكم جميعا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف شرفتنا فضيلة الدكتور بارك الله فيكم ولكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة